موسيقى أنظار عربية إفريقية وعالمية كيف لا والأمر يتعلق هنا بأحد أكبر المهرجانات العالمية المؤسس سنة 76 من القرن الماضي كأول مهرجان سينمائي عالمي في الوطن العربي موسيقى الجمعية المصرية للكتاب والنقاد سينمائي برئاسة كمال الملاخ وضعت حجر التأسيس لتتوالى المهرجانات ويكبر معها المهرجان الجائزة الأرفع الهرم الذهبي والتي تمنح في مسابقة الفيلم الدولي تتنافس فيها أفلام من 15 دولة أما التمثيل العربي فمتواجد بفضل أربعة أفلام موسيقى المصري 19 باة للمخرج أحمد عبد الله موسيقى 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 السد وهو انتاج مشترك بين فرنسا، لبنان، سودان، قطر، ألمانيا وصيربيا لمخرجه علي شري موسيقى موسيقى وبإنتاج مشترك أيضا لتونس، لبنان، الولايات المتحدة يشارك المخرج التونسي الضلباهي بفيلم جزيرة الغفران موسيقى 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 بعد الحط على من فوق بدراء المصروية تحتجان بعد عالمي للمهرجان منذ التأسيس قابله تمثيل شحيح عربي في الجوائز فمصر مثلا انتظرت 14 عاما بعد فوز فيلم تفاحة للمخرج رأفة الميهي عام 1996 لتعود مصر سنة 2010 بفضل فيلم الشوق للمخرج خالد الحجر وتحوز على جائزة الهرم الذهبي أكبر جوائز المهرجان آخر نسخ المهرجان تميز فيلم الثقب في السياج الذي عرض للمرة الأولى في دولة عربية آنذاك وحازى الحرم الذهبي بفضل قصة ملهمة والتي تدر أحداثها في معسكر صيفي منعزل ومغلق في الريف المكسيكي الفيلم من إخراج خواكين ديل باسو ومن إنتاج مكسيكي بولندي ونحن على خط الانطلاق هل سنرى فيلما عربيا متوجا أم أن مهرجانا قاهرة سيبقى وفي للتقاليد موسيقى